بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وأهلهم وأصحابهم وتابعيهم أجمعين في طريق الليلة الذي نسلكه إلى الله نتوقف مع التساؤلات والإجابات نسمع من أهل العلم والمعرفة فيما يقال في التصوف حقيقة ممارسة التصوف فيقول العارفون نبتغي وجه الله سبحانه وتعالى ونتخذ في هذا القرآن والسنة ولا نخالف شرع الله أما غير ذلك فليس من التصوف ولا يحسب على أهله هكذا يذكر وهكذا يتعلمون وهكذا ينقل عنهم وينقلون الليلة نتذكر أيضا المرجع الكبير في التصوف وفي علم التصوف وفي سيرة الصوفية وفي سيرة أعلام الصوفية وهو الرسالة القشيرية لكننا سنتوقف عند باب له وقع محبب في النفس وأثر في مسار البشر نتوقف مع باب التوكل كيف يكون التوكل؟ وفي هذا نتذكر ما تركه الإمام الكشيري رحمه الله في رسالته الكشيرية أن شرط التوكل هو طرح البدن في العبودية وتعلق القلب بالربوبية والطمأنينة إلى الكفاية فإن أعطي شكر وإن منع صبر هكذا يقال في التوكل وأهله كذلك نقل لنا في الرسالة وفي طياتها بعدما تحقق العبد أن التقدير من قبل الله سبحانه وتعالى فإن تعسر شيء فبتقديره وإن اتفق شيء فبتيسيره سبحانه وتعالى كذلك يقول في وقفة أخرى يقول أحدهم توكلت على الله ويكذب على الله فلو توكل على الله لرضي بما يفعله الله به ومن وقفة أخرى قال عن يحيى ابن معاذ رحمه الله متى يكون الرجل متوكلا فقال إذا رضي بالله تعالى وكيلا له من هذا وإلى ذاك بين متح وبين ذكر نبدأ طريق الليلة في مملكة الدرويش ترجمة نانسي قنقر